أما الأعياد المكانية فكما في هذا الحديث لا تجعل قبري عيدا أي يعتاد الناس أزيارا لهذا القبر لهذا المكان ولذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا هذا الحديث أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يذبح إبلا في بوانة مكان قريب من المدينة قال يذبح الإبل هناك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من وثن الجاهلية هذه بوانة أو كان فيه عيد من عياد الجاهلية قال لا هذا ولا هذا قال فاذبح إذن أذن له فعندما سأله إذن لو كان وثب من أوثان الجاهلية لا يجوز ولو كان أيضا عيدا من عياد الجاهلية أيضا لا يجوز فإذن إما أن يكون العيد زمانيا وإما أن يكون مكانيا